ساخرت بعض الصحف الإسبانية من الدولي محمد صلاح جناح نادي ليفربول الإنجليزية بسبب مقارنته الفترة الماضية بصانع ألعاب برشلونة الأرجنتينية يونيل ميسي وكتبت صحيفة منذ ديبرتيفو الإسبانية أن هناك بدعة منتشرة حول إمكانية فوز محمد صلاح بجائزة الكرة الزهبية لعام 2018 فهل شاهدوا ما فعله ميسي مع برشلونة في الكلاسيكو؟ وأشارت الصحيفة إلى أن مستوى الفرعون المصري كان متراجعا للغاية في آخر سلسة مباريات لفريقه ليفربول وغاب عن التسجيل في شباك الخصومة على عكس ميسي الذي سجل في شباك ريال مدريد بلقاء الكلاسيكو الماضي نجم برشلونة وفي حواره المطول اليوم مع صحيفة مارك الإسبانية وبالتحديد عند سؤاله عن المنافسة بينه وبين نجم ليفربول على جائزة الحزاء الزهبي التي يتصدرها ميسي الآن بفارق هدفين عن صلاح أكد أنه سعيد للغاية لتصدره الترتيب وأكمل النجم الأرجنتيني في تصريحات لصحيفة ماركا وكأنه ينفي التصريحات التي نقلتها صحيفة موندو بالفعل صلاح لاعب رائع للغاية لقد أظهر شكلا جديدا لليفربول هذا الموسم لقد نجح لقيادة فريقه أوروبيا بشكل ممتاز وأضاف ميسي بالفعل أنا سعيد للمنافسة معه هذا شيء رائع للغاية لقد أحدث تطورا في أداء ليفربول لقد أصبح فريقا شريسا جدا في وجوده المنافسة دائما ما تدفعك للأمام هذا شيء جيد بالنسبة للجميع مصدر الخبر صحيفة موندو ديبرتيفو الإسبانية وصحيفة ماركا الإسبانية